اشتركوا في القناة مع محافظة بيروت وجمعية تجار الحمرة تحت عنوان كل العب وضحك يعني eat, play and laugh وبيستمر طيلة اليوم بدءا من ساعة 9 الصبح هالموعد رح نضوي عليه مع رئيسة الجمعية إيمان عصاف صباح الخير صباح الخير ترجمت صح أكسلان يا ريت عرفت قابل كنترجمتها أنا ما هيك خلينا نحكي بكرة 9 الصبح رح نشوف الفوضى بالحمرة بكرة 10 الصبح 10 أنا بكرت 9 رحوا انطروا قال 9 نحن على الأرض من اليوم عبكرة لبكرة التحضيرات للتنين الصبح يعني أكيدة بس حتى العالم يكونوا ما يجوا ويشوفونا بعدنا عم نحضر 10 it's very good شو نحنشوف من ابتداء من العشرة نحن السنة برنامجنا كله عن شو ترجمتها؟ كل العب وضحك هذا هو العنوان اللي يحيكون على الشارع كمانا فالفستفال السنة حيكون فيه جيمز على كل الشارع فيه انترتينمت على كل الشارع يعني تمشي شوي بتشوفي حدا عبداء على العود تمشي شوي بتشوفي حدا عبداء على الساكسوفون أو على الكتار فيه بيانو الشارع بداء تندق كمانا فيه آرتست عنا شي 18 آرتست عبي عملوا اللايف آرت ورق عن دا ستريت يعني فيه أكيد الأكزيبترز المودرن والترديشنال الحرف التقليدي والجديد فيه كل أنواع الكوزين نهار عنوانه الفرح والعيش يعني اللبناني بحاجة لها نهار فسحة قديش بياخد معكم تحضير هيك فستفال أو هيك إفنمان إذا فينا نقول بديك تسألي زوجي حسنا رح نشوف على صور التحضيرات اللي توقع بناها معكم صلنا أربعة شهر يمكن مش نايمين وبيتي أوفيس دائم يعني فيه كتير تحضيرات هاي من أجواء التحضيرات هاي من أجواء التحضيرات الألوان السنة في عنا شركة تينور قدمتنا دهان بكميات كبيرة هيدولي هيتحولوا لبوزة الريعة على كل الشارع في شركة مايستون هتحولنا الشارع الحمرة لجنينة شجر الزيتون بوغانفي وورد هيدولي كلهم بدي يصيروا مثل بوزة الريعة بس تخلصوا راح تلمون هالبويتا ألا راح يضلوا مزاينين شارع الحمرة ياريت ياريت بتمنى هي الفيجن انه يصير الشارع أرت وغرينري بتمنى يعني هذا هو الفيجن هيدولي كلهم تلميذ من عمر 15 سنة وطالة عب يشتغلون حلو الحماس يعني نشوف بكرة هو العلوان فوضى ولكن هو العلوان جمالي تفضل هذه العلوان فوضى حيكون الانترنز للفستيفال وهيدا بيدل على الألوان اللي حنشوفها بالشارع لانه عن جد في كتير آرتست موهبين بلبنان حنشوف شغلهم عن دي دي حنشوفهم عب يشتغلوا عن دي دي بعثيات صاروا يعرفونا بكل الإقبال كبير من سنة لسنة لانه عم تنعرفو أكتر وكل سنة بنغير ولا مرة بنعيد أو بنكرر هيدا فا بتمنى لانه كتير حتى ينشغل حتى اللبناني يجي وبس ينبسط وكيف يعني زيبنا نقول الدخول في تيكت لا اكيد فريد هيدا بنا نوصله انه فريد مكان فيه يدخل ويشارك يأكل ويلعب ويدحك يأكل ويلعب ويدحك بازي تذكر هلأ في سوبرايز تاني بتتذكروا نحن سنت الماضي عمينا بناية صباح هلأ في بناية حتنتهي كمان نهار الأحد والوزير ميشيل فرعون كمان حنفيل البناية ويكفي على الفاستيفال شو راح يكون عليها؟ هي شغل فني باي الارتست جاد خوري مش فنين هي شغل فني يعني لوحة فنية حنشوف ألوان على بناية على بناية جدارة تقريبا ثلاثين متر وألوانها كتير حلوة وهي تقريبا صارت خالصة يعني هلأ راح أكشف عليها بعض مرة ليه بتنقو شارع الحمرة؟ شارع الحمرة بالنسبة لقلي عنوان لبنان الكبير لأنه شو ما كان اسمك بتلتقب الحمرة شو ما كان ميولك بتلتقب الحمرة بعدين شارع تراسي وصقافي عندك أربع جماعات بشارع الحمرة صو عنوان صقافة كبير بلشنا بشارع الحمرة لأنه إذا فيك مرق المسج بالشارع هيدا فيك تكفي لكل شوارع لبنان وأهم شي بيروت شو المسج الأساسي أو الرسالة الأساسية؟ السقافة والتراس ضروري يعني نحن لما سمعنا جارية السفير مشاركة معنا عامل مرحق خاص لأحلى فوضى نحن لما سمعنا أنه كانوا بدون يسكروا يعني كان فيه غضب وحزن لأنه ممنوع السقافة تختفي من لبنان مش مقبولة لبنان هو بالنسبة للبلاد العربية العنوان الأساسي للسقافة بالنسبة لأنه إنه نشوف هيك شي عب يختفي يعني صحيح خاصة أنه صار فيه استغناء عن الموظفين بالساعات الماضية كتبت عنه الصحافة كلها من جريدة السفير أكتر من خمسين موظف رقم كبير كتير أكيد وهني هزنانين جدا يعني نحن عم نلتقي معهم كتير بتحضير الملحة يعني جريدة رائعة مية بالمية خلينا نذكر المشاهدين اللي حابين نضموا لألكم بكرة عشر الصباح لأي ساعة باقيين؟ لأ 11 بالليل لأ 11 بالليل وعنا فنانين كبار عنا الفنان غسار رحباني عنا إنجريد بواب عنا خوسي فرنندس عزيزة بيروت لأ من وراكم راح تنخفض نسبة المشاركة بالانتخابات لأنه الناس ما راح تلاحق تطع عشمال تنتخب وترجع بيرجع قبل 11 بالليل بيرجع يروح ويرجع يجي سليبريت أو سليبريت ويرجع يروح ما بعرف أنت ما بده عنا كوميديان جورج خباس والكوميديان باتي تاوتر والفنان طلال جورجي نحنا كنا عاملين نساندب كوميدي كومبتشن على أور فيسبوك فحييعدنه مين الرابح كمان يعني في استقطاب لأسماء وبشكرهم كتير إنه كانوا كتير متعاونين كتير بشكرهم كتير بشكرهم هني راح يكونوا كل فنان يعني ورا بعضهم راح يطلعوا ولا كل ستيج راح يكون في حدا يعني كل واحد بنأي ولا كيف طريقة لأ نحنا عنا ستيج معين يتناوبوا عليه يتناوبوا عليه هلا في الستيجو نحنا مقاصمين الشارع على ثلاث زونز أول زون هو على الترديشنال حيكون فيه بياتزا مسمينا رجعنا إذا بدك الوينبي والموتكا والكافي دو باري فحيكون الوينبي والموتكا والكافي دو باري مراكز رئيسية بشارع الحمراء الوينبي عاملينه مور ترديشنال الكافي دو باري عاملينه انترناشنال كويزين مع موسيقى ستيل قديس بياف وهيك شيء وكمانا فيه لايف موسيقى على السريط وعندك الموتكا حتكون باربيكيو ولاود موسيقى ودانسنغ ستيل حالو يعني كل الأزواء كل الأزواء كل الأزواء لكل الأعمار ولكل الأزواء وفي عندنا زون خاصة لكل اللي هي يعني جيمز كله جيمز من هيدا تحت عنوان إلعب 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 من عمر ثلاث سنين لإنا نروح ونلاقي أورقون جيمز من ديجيتل جيمز من أجل جيمز كل الأنواع الجيمز نحنا نتمنى لكم التوفيق بكرا أكيد من نضعي كل الناس يشيركم وكم وبحب أشكر ميزيزي إذا ما لديكم مانا فقد اللويالتي فقد اللويالتي فقد اللويالتي شكرا لقالك رئيسة جمعية أحلى فوضى إيمان عصاف نتمنى لكم كل التوفيق بكرا بنشاطكم شكرا لكم خليك معنا لنتابع سراج النور منتابع اليوم كمان الحديث عن تكريس لبنان لمريم العدرة ضمن السلسل اللي عم نقدمها حتى 12 حزيران المقبل اليوم شو بيقول الموسيقى جابي فرح اللي لحن أكتر من ترنيمة لسيما قلب مريم الطاهر نسمع سوا مسيرتي ابتدت مع السلام والعذرة هي ملكة السلام ولكن أنا كان عندي مشاركات عالميا بمهرجانات بألمانيا أولا سنة الألفين بيقطعنا السلام من بعدها 2005 كمان ببياتتود بفرنسا بمهرجان السلام بفرنسا اللي هي طوبة اللي فعل السلامي بخمس لغات طبعا كتانورو كمؤلف موسيقى من بعدها كان عنا محطة مع بنواساز وقتا اللي زارنا بلبنان بترتيلة بابا باكس أو أغنية بابا باكس اللي كانت رسمية اللي وصلت على الفاتيكون الوحيدة اللي هي مسالة السلام بنرجع بعدين بالأردن باستقبال البابا فرانسيس كمان قالفنا أنا وزميلتي صوزي الحاج اللي دايما هي مرفقتني بالكلام والأفكار النايرة لا حتى نقدر أنا لحن ووزع وننتج هالموسيقى كلها بعدين طوج هالموضوع هيدا بلجنة موادة يلي أنا عضو منها موادة يلي كمان طوعنا السلام ويلي هي عم بتنمي المواهب الجديدة عم بتنمي أبطال السلام للمستقبل وطبعا لجنة عدالي وسلام يلي هي كمان طوعنا بالسلام ونحن أهدافنا كلها بحث سلام ومحبة ننضل بأجواء السماء ونروح على فقرة التذكار بها الفقرة رح نتعرف على القديس أفتي خاص بهالتقرير لقعدته الزميلة زينة خليل معوشي اليوم 28 أيار بتعيد الكنيس للأديس أفتي خاص هالأديس عيش بالقرن الثاني كان تلميز الرسول يوحنى حبيب المسيح علموا هالأديس كيف بيكون عنده محبة عميئة للرب يسوع فاتلمز على إيديه واعتنق الحياة المسيحية وبعدها أقاموا أسقف على عهده كان كتير الامبراطورية عم بياتهدوا المسيحية فبسببه رجع كتير ناس إلى التنق والحياة المسيحية فوقت عرف الامبراطور بهيدا الشي قرر أنه يتطهدوا ويقتلوا فسجنوا كتير وعذبوا كتير كما سجن معه كتير من المسيحية وتستشهدوا الأديس ومعه بعض الشهداء وكانوا أخذوا إطليل الظفر مع يسوع المسيح فبشفاعة هالأديس نطلب من الرب يسوع أن يبعث لنا رسل حقيقيين تيكون فعالة بكرمه تيبشروا بكلمته رغم كل الصعوبات والاضطهادات التي يعانوها بحياتهم اليومية أمين أولى أخبارنا أقامة الممثلة أمتر هيرد دعوة طلاء من زوجة الممثلة جوني ديب بعد 15 شهر بس من زواجهم طولوا متهمة عقلته بكرها ومطالبة إياه بنفأ بعد الطلاء ونقل موقع تي أمزي اللي يعنى بأخبار المشاهير أنه داب اللي تقدر ثروته بأربعمائة مليون دولار واللي بيمتلك جزيرة خاصة بجزر البهامة طالب المحكمة بيرفض طلب هيرد بالحصول على نفأه بعد الطلاء ايه دي معه شو بخيل ونقل أيضا الموقع أنه الممثل كان بحداد على فقدين والدته باتي سو اللي وافأت وافأت المنية يعني ماتت عن عمر 21 سنة بعد صراع طويل مع المرض قبل ثلاثة أيام بس من تقدم هيرد بدعوة الطلاء وأشارت التقارير إلى أن الطفلي داب الأثنين وشقيقته طفلي داب مجوز شقيقته وأمه كانوا عم يكرهوا أمبر هيرد وكانت العلاقة بيناتهم متوترة كتير يعني العيلة كلها أولاده والحمى بس هي كمان أمحبة ثلاثة أيام ما يتأمه ضغر طلقة الطلاء نطول بالها شوي تروح الأوجاع مصبوط عليه خبرنا الثاني تحدث النجم المغربي الشاب سعد لمجرد للمرة الأولى بعد تهمة الاغتصاب اللي عادت تتلحقه بالفترة الأخيرة سعد اللي خرج عن صمته معتبرا بأنه أعداء النجاح هن اللي عم بيقوموا بنشر هالأخبار المضللة أشار بأنه عم يستغلوا الوقت المناسب لمحاربته سعد رح يواجه الصحاف اليوم خلال المؤتمر الصحاف اللي بيعدوا على هامش مشاركته بمهرجين موازين ورح يقدم غنيته جديدة اللي بتحمل عنوان أنا ماشي سهل وهي من كلمات سمير المجاري ألحان محمود الشرابي ما بعرف إذا فينا نسمع شوي من الغنية يمكن نتذكروا أنت معلم هالأغنية اللي أخذت رواج كتير كبير ومنحب نذكر أنه خبر دعوة الاغتصاب كنا سبق وتناولناها بأجاندا هلأ هو ظهر للمرة الأولى مبارح وحكي عن الموضوع واليوم عنده مؤتمر صحافي منتبع أيضا بأخبارنا الفنية خانت الدموع مرات كتيرة النجم المصري شيرين عبدالوهاب خلال وقوفه على مسرح موازين بالمغرب حيث أحيت ليل أمس حفلة الفن ضمن فعاليات المهرجين اللي بينعقد بدورته الخمسطاش شيرين اللي تقلقت بأداء باقة من أغنيتها الجديدة والقديمة أمام ألاف الحاضرين ما قدرت تحبس دموعها وهي وعم بتغني على بالي لأنهتها بجملة حرام عليكو كما بكت وهي عم بتأدي مشربتش مني لها نسمع سوا مشربتش من مصري اي من عالم الفنانين منروح على عالم مختلف كليا وهو بيتعلق بكشف عمليات المسحة الضوئي الجديدة بأحد كهوف جبال القلب الفرنسية عن وجود رسومات فنية وكتابات على الجدران بتعود لعصور ما قبل التاريخ أي قبل خمس تلاف سنة تقريبا وفي واحدة من اللوحات بتفرجة صورة غزلان مصابة برمح بضهرة وبيقول الباحثين بهذا الإطار أنه هناك مناطق أخرى بجبال القلب تمثل الفن الصخري المحفور حيث رسمت هاللوحات على ارتفاعات عالية ووفقا للفريق القائد لعلماء الأثار من جامعة نيويورك يعتقد أنه هالمنطقة الجبلية النائية كانت منطقة للرعي وتعود للعصور الوسطى وما بعدها الاكتشافات كثيرة كمانا بساعة الماضية شفنا اكتشاف الكتابات لتعويز والسلطة والمال والحب كمانا اكتشفوهم بمصر بيكفة تزيدة بس اسم الشخص عليهم هيك تتبعتي له التعويزة والتسحرية حالو نقصنا التعويزات نروح لجولة حول العالم هاجم ثعبان طوله 3 متار أحد الأشخاص التايلنديين اللي عمره 38 سنة أثناء استعماله المرحاض بحسب وسائل أعلام محلية وتعرض الضحية للنهش بأعضاء التناسلية بعد ما خرج الثعبان من أنابيب الصرف الصحة الهجوم ما انتهى إلا من بعد ما تمكن الرجل من فتح فكي الثعبان والهرب وطبعا طر رجل السعيف لكسر المرحاض لإخراج الثعبان يذكر أنه الضحية تلقى العلاج حاليا والعناية اللازمة بالمستشفى لكن الثعبان أدلشون يعني حتى التوالات مش آمنة معقول بس ملائة إلا بأضرية بالتوالات ولكن وين صابهم نروح لخبر تاني من حول العالم ظهر تسجيل لمصور طريف نشر على عديد من مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اقتحام طائر نورس لمقهى بمدينة واشنطن الأمريكية الجمعة الماضية بحثا عن الطعام وسط دهش الزبائن وعمال المقهى وبيظهر مقطع الفيديو ليصوروا أحد زبائن المقهى قال لطائر نورس وهو عم يدخل للمقهى بكل هدوء دون أن يكترس لأحد وبيتوجه مباشرة لسلب تحتوي على عدد من أكيس تشيبس وبيبدأ بنقر أحد الأكيس لمرات كثيرة قبل ما يلطقتوا بمنقروا وبفل من المقهى بكل هدوء بحبة تشيبس ليك شو مهدون طيب؟ عرواء صحتين؟ أبدا كشفت شركة سامسونج عن شاشة مبتكرة قابلة للطاي حلو واستعرضت سامسونج قدرات الشاشة اللي يمكن وصفها بالثورة خصوصا أنها قابلة للإنحناء والطاي بشكل كامل وبالتالي يمكن أن تسهم بظهور أشكال مبتكرة من الهواتف الزكية كأنه تكون ألم وتتحول لهاتف على سبيل المثال وعلى الرغم من عدم أعلان الشركة الكورية الجنوبية عن موعد محدد ومعلومات محددة بشأن موعد طرح هالشاشة على المستوى التجاري فإنه من الواضح أنه هالأمر ما رح يستغرق وقت طويل خصوصا أنه المنافسة عم بتكون شريسة اللي عم يشهدها سوق الشاشات القابلة للطاي عم نشوف هون طبعا المميزات أجد التطور لوين وصل طاي الشاشة سيد خطية ساعة مثلا حالو ألم نكتب فيه ومن بتحصل لير منروح ألا إلى متل هنهار يوم 28 أيار صحيح بـ 28 أيار سنة الـ 632 النبي محمد يولي أسامة بن زيد إمارة الجيش اللي أرسلوا لتأمين حدود شبه الجزيرة العربية من هجمات الروم عام 1959 الأمريكيون يطلقون قردين إلى الفضاء على مثل صاروخ جوبيتال وعيده سالمين من بعد ما توغله لمسافة 500 كم بالفضاء أما سنة 1999 إعادة عرض لوحة العشاء الأخيرة الشهيرة اللي رسمها الرسام الشهير ليوناردو ديفينشي وذلك بعد 22 سنة من الإصلاح والترمي عام 2008 الرئيس اللبناني ميشيل سليمان وبعد إجراء المشاورات النيابية مع أعضاء البرلمان لإختيار رئيس الحكومة كلف فؤاد السانيورة بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك من بعد تسميته من قبل قوى الغالبية أما بالولادات سنة 1968 ولدت كالي مينوك وهي ممثلة كالي مينوك صحيح مغنية أسترالية وكلنا منحب أداء بهذا الإطار وتعاد هي أهم رموز الفن بالعالم خصوصا المملكة المتحدة وأستراليا لأنه في ارتباط بين لندن وسيدني إذا فينا نقول بالمناسبات والأعياد اليوم هو يوم منظمة العفو الدولية والصورة ليفتة جدا وأيضا اليوم يوم الهامبرغر طيب الهامبرغر كتير طيب لقد فأزان هامبرغر صحتين أما بالأزهار فاليوم هو زهرة أولياندر يلي من خلالها منوجه رسالة تحذير تحذير ولا تهديد هلأ بتبلش بتحذير بعدين بتوصل للتهديد بعدين أبصر يمكن الزهرة اللي بتكون على الشجرة مسامية دفلة موجودة كتير بشوارعها تكون واسعة بالأزهار أنا ما بتدعي أني بملكا حلوة حلوة تعفش وقالوا ليه على أنه أنت زهرة بحد ذاتي كما بتهتم بتفاصيل تنجب مزوئين هيك بتخجلوني لهون من يكون مشاهدين وصلنا لختم حلقة اليوم من أجندا أكيد بكرة بريك نلتقي أتنين ولكن ذكرين ريتا شو ممكن تتابع ليلة بعد نشرة أخبار بعد نشرة الأخبار حلقة جديدة منخدني معك مع الزميل لويسام صباغ تنشوف مين رح ياخده معه كيف رح يكون هيدا نهار الممثل لويسام صليبة اللي شفناه بمسلسل أمر أخيرا واللي أخد شهرة واسعة جدا هو رح يكون ضيف ويسام صباغ لليوم تنشوف كيف رح يقده نهارون سوا ومن محبي هالمشوير مع ويسام صباغ من روح لمحبي الزجل وحفلة الزجل من جزين الليلي عمرانة على أوتيفي احتفالا يلا نتأيج الجمعة الماضية وتحضيرا إن شاء الله الاحتفالات بتكفي بكرة بنفس الإطار فإذا منودعكم أكيد بكرة الأوتيفي رح توكبكم من السبع الصبح طبعا مثل كل أحد للانتخابات البلدية ياريتني يا بي ياريت البلدية والاختيارية بي نسخة الرابعة من لبنان الشمالي وعكار كنوا على الموعد منلاقيكم بأجاندا تنين ساعة سباح بدنا نقلكم بس بو ويك أند وشو ما كان عندكم بكرة ما تنسوا تمارسوا حقكم الديمقراطية تلعوا انتخبوا لو كانت المسافة كتير طويلة هيدا حقكم وصوتكم لازم يوصل هيدا كل شي باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر